بعد عدة سنوات من التصميم المكرر وقلة الابتكار سامسوند تبدأ 2019 بتلتة هواتف المتوقع تكسح السوق Galaxy S10, S10 Plus, S10E اللي حيكون الأكثر اهتماماً ومبيعاً بسبب سعره القريب من أسعار الجيل الماضي بس طبعاً بإمكانيات هائلة الاختلاف الأبرز طبعاً هو تصميم الشاشة أو الهول punch فبالS10 والS10E فيه كاميرا واحدة أما بالS10 Plus ففيه كاميرتين punch hole التصميم الصراحة جديد والمتوقع مثل ما قلنا يكون الأساس للجميع اللي يتبعوا سامسوند بنفس الطريق والتصميم الأطراف فيها زر التشغيل زر رفع وخفض الصوت وزر بيكس بي وبالأسفل فيه السماعة الخارجية ومنفذ USB Type-C للشحن السريع ومنفذ الهيدفون جاك لسه موجود وخلف الجهاز بالS10 والS10 Plus فيه 3 كاميرات ومستشعر دقات القلب ومستوى الأكسجن أما بالS10 E ففيه كاميرتين بس وماسح البصمة من الطرف أما مسح البصمة بالS10 والS10 Plus فهو أسفل الجهاز تحت الشاشة وصار من نوع جديد من تطوير سامسوند فبيعمل مسح بالموجات فوق الصوتية ليتعرف على البصمة بدلا عن المسح المريه فصار حتى إذا كان إصبعك مبلول بإمكانك تفتح الجهاز بكل سهولة ومتل ما قلنا بالS10 E فماسح البصمة هو نفسه زر التشغيل والجدير بالذكر بأنه مسح القرنية أو الآيرس اسكانر فاختفى كليا لأن النوتش معاد موجود الجهاز معزز من الجهة الأمامية والخلفية بزجاج مقوى أو كورنين جوريلا جلاس 6 أو النسخة السادسة لحماية مزدوجة وطبعا مقاوم للماء والغبار IP68 الشاشة هي الأولى من نوعها بأي جهاز فهي من نوع AM OLED Infinity O بكثافة ألوان 522 للS10 Plus 550 للS10 و438 للS10 E والمميز فيها فهي أكثر شاشة من ناحية السطوع وبتدعم HDR10 Plus حتى بتسجيل الفيديوهات بس للأسف ما حيبين عنا بالفيديو لأن الكاميرا اللي استخدمناها بتصوير هاي الحلقة ما بتدعم HDR10 هيكل الجهاز من الألومينوم ووزنه صار خفيف جدا بتراوح بين ال175 لل198 جرام طبعا بيعتمد على نوع الخلفية الشاشات بتختلف بالحجم بين النوع والآخر فبالS10 E بتيجي بحجم 5.8 إنش بنسبة 83.3 بالمية أما بالS10 فبتيجي بحجم 6.1 إنش وبنسبة 88.3 بالمية أما بالS10 Plus فبتيجي بحجم 6.4 إنش بنسبة 88.9 بالمية الألوان بالتليفونات الثلاث مبهرة وصعب أي شاشة تانية تتفوق عليها بالوقت الحالي بالنسبة للكاميرات بالتلات هواتف بالS10 والS10 Plus فيه تلات كاميرات خلفية 12 ميجابيكسل للوايد و12 ميجابيكسل تليفوتو و16 ميجابيكسل ألترا وايد أما بالS10 E ففيه كاميرتين 12 ميجابيكسل وايد و16 ميجابيكسل ألترا وايد يعني شالوا كاميرات التليفوتو الجدير بالذكر إنه صور قريبة جدا من صور النوت 9 خاصة بالإضاءة المنخفقة وبتتحدى صور الآيفون XS حتى إنها بتتفوق عليها بكتير من الأوقات تسجيل الفيديو بيوصل لـ 4K 60 فريم بالثانية لأنه س طبعا بالإمكان التصوير بزاوية عريضة والتقريب المرئي ومتل ما شايفين فالألوان أكثر من رائعة ومثبت الصور المرئي أكثر من رائع خاصة عند الجريه الكاميرا العريضة إضافة رائعة لسلسلة الجالاكسي والتقاط الصور باستخدامها كتير ممتع خلينا نجرب هاي صورة عادية مقربة وهي باستخدام الزاوية العريضة بالـ S10E مثل ما قلنا فيه كاميرتين بس بس هم نفسهم اللي موجودين بالـ S10 والـ S10 Plus بالجهة الأمامية مثل ما قلنا فيه كاميرتين بالـ S10 Plus وكاميرا واحدة بالـ S10 والـ S10E الكاميرتين الموجودين بالـ S10 Plus هم 10 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل الصور السلفي ممتازة و قريبة جدا من الـ Note 9 نجرب بالزاوية العريضة وبالنسبة للفيديو بالكاميرا الأمامية فبيصور 4K 30 فريم بالثانية والكاميرا الثانية بالـ S10 Plus هي للـ Bokeh Effect أما بالـ S10 والـ S10E ففيه كاميرا واحدة 10 ميجابيكسل والصور اللي بتصورها بالـ S10 Plus هي نفسها اللي بتصور بالـ S10 والـ S10E الذاكرة العشوائية بتتراوح بين الـ 6 و 12 جيجابايت تخيلوا؟ والتخزينية بين الـ 128 جيجابايت وبتوصل لحد الـ 1 تيرابايت مع إمكانية إضافة 512 جيجابايت تانيين مع الـ SD كارد أو بطاقة الذاكرة نظام التشغيل هو أندرويد ناين باي وواجهة المستخدم هي سامسونج 1UI الجديد كليا أفضل واجهة مستخدم لسامسونج حتى الآن فهي سلسة ومريحة وسريعة والتصفح سريع جدا وبتحتوي على أنظمة بتسهل من حياة المستخدم وبطيل عمر البطارية والجهاز بعض الأشياء اللي لفتت انتباهي هي الدول ميسنجر صار بالإمكان تنزل نسخة إضافية من بعض البرامج لاستخدام أكثر من حساب مثل الواتس آب والسناب شات والفيسبوك ميسنجر وهلوم مجر إمكانية تعديل زر بيكز بي أخيراً لأي برنامج تاني حابب توصل له بسرعة المعالج بيجي بالمنطقة من نوع Qualcomm Snapdragon 855 طبعاً ثماني نوة أما بالولايات المتحدة فبيجي من نوع Exynos 9820 كمان ثماني نوة محرك الرسومات بالمنطقة حيكون من نوع مالي G76 MPR أما بالولايات المتحدة فحيكون من نوع Adreno 670 يعني ما في داعي أتكلم عن السرعة والسلاسة والعملية بسلسلة هواتف الأستن الجديدة خاصة تعدد المهام ولا ننسى لعب آخر وأحدث الألعاب صاحبة الرسومات الدقيقة والعالية وضرورة توفر معالج ومحرك رسومات بيسيطر عليهم والثلاث نسخة خداوها رائع ولا يعلع عليها نجرب اختبار أنتو توبنشمارك بالثلاث هواتف وبهيك حصلت S10 Plus على 345655 أما بالS10 فحصل على 331 921 ألف ومتل ما شايفين بالS10E كمان حصل على 331 818 قريبين كتير من بعض يعني إذا فرضاً اخترت الS10E واشتريته فهو أبداً ما بيقلن عن بقية الهواتف أو عن الS10 والS10 Plus شوف الترتيب متل ما شايفين فالS10 تربع على عرش الهواتف من ناحية الصوت والسماعات فهي جيدة جداً كما تعودنا عليها من سلسلة الجالاكسي قوة البطاريات كالتالي الS10E 3100 ميلي أمبير الS10 3400 ميلي أمبير أما الS10 Plus في 4100 ميلي أمبير يعني البطارية بالS10 Plus مفروض تكمل معك يوم كامل وجميعهم بيدعموا الشحن السريع واللاسلكي وصار بيدعموا الشحن اللاسلكي العكسي مسيراً في خطوات هواوي في الميت 20 برو بس مع اختلاف الاسم فصار اسمها بسامسونج مشاركة الطاقة اللاسلكي أو الوايرلس باورشير أما الشحن السريع فصار أسرع مع الشحن اللاسلكي السريع 2.0 فبعد 15 دقيقة من الشحن ممكن يضل معك التليفون لمدة 3 ساعات في 15 دقيقة شحن تخيل سامسونج S10 والS10E والS10 Plus بيدعموا نسخة الواي فاي السادسة ونسخة البلوتوث الخامسة الأجهزة بيجو بألوان مختلفة منها الأبيض والأسود الزجاجي الكناري الأصفر والأبيض والأسود السيراميكي وغيرهم والأسعار بتبدأ من الـ S10E بـ 2699 أما الـ S10 فبيبدأ من 3199 وبالنسبة للـ S10 Plus فبيبدأ 3599 هي كانت مراجعة مختصرة وشوي مفصلة عن ثلاث أجهزة طبعا ما عطيناهم حقهم لأن الوقت طبعا ما بيسعفنا ممكن نعمل فيديوهات مخصصة لكل جهاز إذا حابين تعرفوا معلومات إضافية عن أي من النسخ فخبرونا بالتعليقات إذا حابين هذا الشيء وحنحاول نعمل فيديوهات إلها وفي نسخة ما بنعرف أين تنزل بالضبط وهي أكبر بحجم الشاشة وعدد الكاميرات والأهم أنه بتدعم شابكة 5G وأكيد السعر حيكون أعلى غير هيك إذا عجبكم الفيديو فلا تنسونا من اللايك وإذا حبيتوا فاشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديو مع أصحابكم شوفكم على خير سلام